اشتركوا في القناة اذا كانت ترفع دقةها أو مغبشة وصورة رديئة جدا فأنا جايب لك بهذا الفيديو طريقة رائع جدا نقدر من خلال الطريقة هاي نجمل هاي الصورة ونحولها من الدقة الرديئة إلى دقة Full HD نعم شباب او بدقة HD نعم شباب يعني اي صورة عندك قديمة صورة بالابيض والاسود صورة قديمة جدا فيها غباشة بشكل كبير فجايب لك طريقة رائع جدا نقدر من خلالها نروح هاي الشخبيط أو هاي الغباشة عن الصور بضقة فائقة جدا وبطريقة رائعة جدا وبطريقة سليسة وبخطوة واحدة فقط نعم شباب لا تعرفوا هاي الطريقة شلوم تشتغل فقط ابقوه معي اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف كنا اصدقائي رجعت لكم من جديد مثل ما اذكرت ببداية الفيديو حاليا رح اشرحا طريقة رائعة جدا منقدر من خلالها نجمل الصور او نروح الغباش عن الصور القديمة اللي موجودة عنا بكل بساطة وبقطة زر واحدة فقط نعم شباب لكن قبل ما بلس شرح هاي الخطوة بتمنى منكم اول شي تدعموا قناتنا هاي لتوصل لتنم اليوم مشترك نعم شباب نحن هدفنا الوصول بهاي القناة لتنم اليوم مشترك لهيك اصدقائي بتمنى منكم تساعدونا للوصول لتنم اليوم مشترك في اقرى بقت ممكن بتمنى منكم ايضا تفايل زر الجرس اللي موجود اسفل هاد الفيديو طبعا شباب قبل ما بلس شرح هذا الفيديو حبيت نوه لمعلومة صغيرة رح تلاقوا فيديو بقناتنا نزل مؤخرا او نزل مبارح بالتحديد هذا الفيديو مفيد بشكل كبير لجماعة الايفون او لجماعة الايباد كيف يحزفوا احساب الايكلاود اذا كانوا نسيانين كلمة المرور نعم شباب الفيديو رح تلاقوه بالقناة بحثوا عن القناة وتابعوا اخر فيديو ونزل على القناة رح تلاقوا هذا الفيديو وهذا الموضوع ان شاء الله يفيدكن بشرحه المبسط حاليا رح ندخل بموضوع الحلقة اليوم الحلقة مثل ما زكرت هي انه كيف نحنا فينا نصفي الصور اللي مغبة شيء اللي موجودة بهاتفنا طبعا شباب نحن بحاجة الى تطبيق التطبيق رح تلاقوه بصندوق الوصف اسفل هذا الفيديو التطبيق تطبيق هفون اسمه ريميني مثل ما ملاحظين امامكم التطبيق بعد ما ثبتوه بالهاتف رح نفتحه ورح يفتح عنا بهذا الشكل هاي الفتحة الاولى للتطبيق فرح انطر حتى يفتح طبعا هون باستقرق باستقرق الامر بعض الثواني فقط رح استنى مثل ما ملاحظين امامكم بضغط على هذا الكلام بهذا الشكل فحاليا رح يتم فتح التطبيق كل اللي لي انتظر بعض الثواني حتى التطبيق يفتح من دون اي مشاكل طبعا شباب اذا التطبيق طول معك وما فتح بكل بساطة استعين باي تطبيق VPN حتى تكسر بروكسي حتى يفتح التطبيق معك بهذا الشكل بعد منها بكل بساطة بدأ اضغط على الكلام البالاسود هون بهذا الشكل فبكل بساطة ايضا رح انتظر بعض الثواني مثل ما ملاحظين امامكم هون بيقال لي انا كيف استخدم البرنامج بكل بساطة بضغط على التخطي بالاسفل حتى بلش فتح التطبيق بعد منها طبعا هون التطبيق بيكون مدفوع بدأ اضغط على exit حتى استخدم التطبيق بشكل مجاني بضغط على الكلام بالابيض هون بهذا الشكل بحط على الاذونات المطلوبة بيعطيه سماح بعد منها هون اختار الصورة اللي انا بدي اصفيها مثل ما ملاحظين امامكم بعد منها بتضغط على الكلام اللي بالاسود فحاليا بانطر بعض الثواني ايضا حتى يعالج الصورة ويصفيها بشكل كبير كل اللي علي فقط سنتظر بعض الثواني طبعا ممكن يطلع لي اعلان صغير حتى مثل ما ملاحظين امامكم لاحظوا معي كيف تكون الصورة هاي الصورة الاساسية ولاحظوا معي كيف رح تصير الصورة تكبرها وصغرها مثل ما ملاحظين تلاحظوا بضقة معي كيف صارت الصورة صارت بصورة واضحة جدا لاحظوا ايضا كيف لون بالمنتصف كيف لون الصورة وكيف لون الصورة بصفاوي وبنقاوي واضحة 100% طب اذا بكل بساطة انا حابب احفظ الصورة فقط عندي زر السيف بضغط عليه بعد منها بحط على زر السيف فحاليا الصورة رح تتحول مثل ما ملاحظين طبعا هون بيطلع الاعلان صغير رح تتحول الصورة الى الاستيديو وبقدر انا شاهدها من دون اي مشاكل وبقدر شاركها مع اصدقائي هذا هو كان الفيديو شباب اتمنى ان يكون افادكم تحياتي لكم والسلام عليكم